هي كذا الحياة يا جماعة أصلاً في عالم المسلسلات والأفلام ما يموت فيها للطيبين وعيال المانيب قايل يجلسوني هنا في حلقك إليين آخر حلقة بالله يا جماعة كيف الأميرة لينيس تموت وكريستون باقي عايش فالعدالة في عالم جورج آر مارتن غير رحيمة يا أخوان ما عليه كل أنا أمل أنه كريستون يموت في الحلقة القادمة أو اللي بعدها أو اللي بعدها أو في الحلقة الأقيرة بالمزل ترى من جيد والله ما أحد يبغى ما أدري في أحد يبغى يا أحد يبغى كريستون يا أخوان ما توقع في أحد يبغى مسوي زحمة في المسلسل طيب يا جماعة قبل ما نبدأ حلقتنا لهذا اليوم أحب أشارك معاكم قناتي الثانية قناة الوجيه توك قناة ما زالت جديدة للأمانة نزل فيها قصص بشكل أسبوعي رابطها راح تلاقوه موجود في صندوق الوصف يشرفني ويسعدني أنكم تتابعوني هنا وياها والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم الجماعة إن شاء الله تكونوا دائما بخير صحة وعافية الحلقة الرابعة من مسلسل آلة تنين وصلت الحلقة هذه باعتقادي إنها واحدة من أكثر حلقات اللي سببت ضجة قبل نزولها السوشال ميديا مقلوب من قبل ما تنزل وحقيقة للأمانة ما خيبت الأمان الحلقة صدمتني بشكل ما كنت متصوره أبدا وكي كنت متوقع حرب بتقوم رقصة تنانين بس بالنهاية ذي طيب يا جماعة بداية خلونا نتكلم عن هلاوس أو أحلام ديمون واللي ما حد يقدر يشوك إنه السبب فيها هي هذه السيدة واللي يفترض إنه اسمها أليس ريفرز وعلى ما يبدو إنها بنت غير شرعية لأحد أفراد أل سترونغ بعض الأشخاص يقولون إنها قد تكون بنت لينول سترونغ ولكن ما يهمن هذا الكلام بقد ما يهمن أقد إيش هي مهتمة بدايمون ما تدري هو اهتمام حميد ولا اهتمام خبيث ولا إشي الاهتمام الغريب هذا بس تخص إنها جالسة تحاول تخلي ديمون يفهم نفسه أكثر أو يواجه نفسه بشكل غير مباشر لا والله بشكل مباشر كيف غير مباشر من خلال الكوابيس والأحلام والهلاوس هذه ظهرت لها اليوم مرة ثانية رينيرا الصغيرة وكأنها تعاتبه وفي النهاية قطع راسها ولكن ممكن نفهمها إنه مش مجرد كابوس ربما تكون هذه هي رغبات ديمون في الواقع رغبات مكبوتة عند ديمون ديمون عنده أحلام وطموحات مرة كثيرة ورينيرا كانت أحد العوائق اللي واقف قدامه وحتى محاولات ديمون في استغلال رينيرا كلها بقت في الفشل تقريبا رينيرا كافشته وبعدها برضو في رؤية ثانية ظهرت له نسخة منه ولكنها تشبه إلى حد كبير أيمون حتى عنده نفس رقعة العين ممكن نفهم إنه هذا مجرد حلم كذا ما له أي معنى ولكن برضو ممكن نفهم إنه هذه النسخة من ديمون اللي تشبه أيمون هي تجسيد لمخاوف ديمون من أيمون يب ممكن ديمون عنده مخاوف بطريقة ما من أيمون غير كذا فيه شبه كبير بين الشخصيتين هذولي ما أقصد شبه في الملامح وبس يشبه فيه كثير من النواحي الثانية والصفات عموما يا جماعة أيمون من الشخصيات اللي فعلا يعني تثير الخوف والقلق داخل المسلسل هذا أي مشهد يجي على أيمون تخاف كذا تحس إنه بتصير مصيبة تحس كذا مستعد يعيث في الأرض فسادا زيه زي ديمون بل إنه أيمون قد يكون أحقر وأكثر دناءة من ديمون لدرجة إنه كان بيقتل أخوها اليوم حرفيا كان ناوي يقتل وكان يبغاه يموت ما كانت فارقة معاه أخوك لا يموت طز وما ننساش يا جماعة إنه أيمون في الموسم الأول قال بعظمة لسانه هو ما كمل كلامه ولكن قال فيما معناه إنه أنا أكثر جدارة إنه أكون الملك بدل أيقون هو صادق صراحة أي منت قادر على التفكير قادر على التخطيط قادر على فهم الأمور الغير قابلة للفهم بسهولة وعنده الخبث واللؤمة الكافي اللي يخليه شخص خطير جدا سياسيا عكس أخوه إيقون اللي ما يدري وين الله حاط يا جماعة حرفيا تورطه أم التاج هذا وننتقل إلى المشهد اللي بعده اللي حرفيا أول ما شفته قلت بعدين مخي بدأ يسوي معالجة كذا للمشهد بشكل بطيء وفهمت أقصد لمرينيس وصلت عند سفينة اللورد كورليس وقابلت المدعو ألن هي حطت يدها على خده كذا ونقلت يا رينيس ألو يا مديرة إيش فيه مخي كذا قلتش أبو كم ثانية بعدين لما قالت له يا وادي يا وسيم يا مز إنت أكيد مامي نحلة عشان تجيب العسل ده كله هنا بديت أفهم ما بديت استوعبش قصدها تقصد أنه يشبه زوجها كورليس كمون بقعد يشرح لك كل شي أنا بمعنى أنه الذبان هذا هو الابن الغير شرعي لللورد كورليس وأخوها الثاني كمان ناس يسمه وأعتقد مشكلة رينيس في هذا المشهد مع اللورد كورليس مو مشكلة أنه إنت إيش روح تلعب من وراي في البحر ومدريش تسوي ما هم هذا الكلام مشكلتها الأكبر أنه هذا الولد سواء كان ولدك ولا مش ولدك ترى أنقذ حياتك إنت مدين له بحياتك ليش دافن ومخبيه هنا مفروض أنك تقدر وتعلم مكانته عموما أنا ما أعرف وش ممكن يكون أثر كلام رينيس مستقبلا ولكن كون هذه آخر محادثة بينها وبين كورليس فأتوقع أنه المدعو ألن وأخوه اللي ناس اسمه رح يكون لهم دور مهم مستقبلا غالبا أحدهما أو كلهم العفيفة يا جماعة الطاهرة الشريفة التي تنير الطريق طلبت اليوم واحد شاعة الجمر إيش قالوا لك يعني كانت تلعب حجرة ورقة مقص مع كريستون عموما شوف يا جماعة أنا دائما أحب أنظر للجانب المشرق وقد تكون هذه بداية خير لشخصية أليسن ولعل صدمتها بعد ما عرفت حلم أيقون كذا بدت إيش تستوعب الأمور بشكل مختلف أنه مش معقولة بعد كل المصائب اللي قاعدة تشوفها بترجع تكمل قلة حياة مع كريستون ولعل المونتي أو شاية القمر هذا بالتحديد قد يكون بداية جديدة الأليسن ممكن الكتاب قالوا خلاص يجي معك فيعطبنا أمه هذه أليسن وعطبنا معها كريستون أنا الأواني ننعيش نصححهم شوية نصحح مسارهم في القصة وممكن ممكن يعني أتمنى أنه ممكن نشوف إيش أليسن في مسار أفضل مستقبلاً بس صدقوني يا جماعة نظرات خوياً هذا اللي جاب لها الشاي أقسم بلا أنه قافطها وعارف إنه الشاي هذا لها ولكن ويش بيقول يعني خلاص خذ الشاي يعطيه للشخص الله أعلم مين هي اللي بتعطيها إياه اللي ما سوت حاجة كويسة قليلة الأدب هذه يعطيها الشاي وأي خدمة أنا موجود وقولي لها أنه إيش بيجيها مغص نعطيه قائمة آله كافي شا وفي حال نكناسي وش كصة الشاي هذا الشاي هذا يستخدم للإجهاض وسبق وشربته رينيرا بعد ما مع كريستون في الموسمة الأول وسبق كمان وشربته أحد خادمات القصر اللي ولعياذ بالله أيقون نسرع عليه هذيك اليوم الفكرة يا جماعة أنه الشاي هذا يستخدم للإجهاض حلو فأليسنت قالت أنا يمكنني حامل من ذيبان فخليني أخلص الليلة وافتك من المشاكل لأنه ما عندها في سيرس الحين تحطوا شماعة من أين لك هذا الطفل عمنا يا جماعة لشدنا اليوم في أليسنت حاجة أهم بكثير وهي أنه أليسنت بدأت تقرأ كتب التاريخ وكأنها تبحث عن إجابة أو شيء يخليها توقف التساؤلات اللي في مخها لأنه سواء أليسنت اقتنعت بكلام رينيرا أو ما اقتنعت أعجبها أو ما عجبها في النهاية حوارها مع رينيرا يا جماعة تركها أمام تساؤلات مرة كثيرة يا ولد أنا شكلي جبت أم العيد وعينت ولدي وجلسته على العرش على كلام فاضي وشكلي فهمت يا ولد في سيرس غلطانة إيش سويت فقراءتها للتاريخ هي محاولة بائسة منها إنها تجد إجابات مختلفة أو حاجة تقول لا والله شكلي في سيرس كان صادق أنا ماني غلطانة حتى لارس يعني دخل عليها قال له من متى تقرأ التاريخ يا إيش الحركات هذه عموما أليسنت جاء ستحاول تبحث عن إجابات حول موضوع أو حلم أيقون الغازي في التاريخ ولا أعتقد أنها راح تلقى إجابة بسهولة كون موضوع حلم أيقون الغازي هذا حاجة مرة سرية ويتوارثها الملوك واحد تل والآخر ما يقولوها لأي أحد يقولوها للي بعدهم بيرثهم الغريب إنه رينيرا اليوم راحت وشاركت هذا الحلم مع ولدها جي سيرس يعني في سيرس لما راح وحك رينيرا هو كان خلاص عارف إنه ممكن إيش يفلح في لحظة خلاص هو عينها وريثة له رسمية فيش كان الموضوع موقلق بالنسبة له خليني أعينها من بدري وأعلمها كل شيء بدري ولا أدري صراحة إذا الموضوع ينفهم بذلك الشكل بس أنا جاء في بالي إنه ممكن رينيرا شاركت حلم أيقون الغازي مع ولدها لسيرس أو عفوا جي سيرس علشان تحاول تفهم إنه يا ولد ترى الموضوع مرة كبيرة مش روح يركب تنينك وضارب في أي معركة أصبر أبغاك تكون عايش إذا أنا ما طلعت البنت أو الأمير المنشود اللي في حلم أيقون ممكن يكون إنت فلا تموت ولا تستعجل على موتك وأصبر عليه شوية عموما يا جماعة أنا قلتها في الحلقة الماضية ولكن بقولها مرة ثانية إيش الحلو في موضوع أليسنت ورينيرا الحلو إن كلا الطرفين وصلوا لقناعة تامة وبشكل رسمي الحلقة الماضية ما كنا متأكدين إلحين صارت رسمية رينيرا قالت يا حبيبي أنا كانت عندي آخر ورقة أروح أقابل أليسنت لعلي أوقف الحرب هذه بس واضح إنه الحرب هذه ما توقف الحرب قائمة قائمة رينيرا خلاص عرفت إنه الحرب قائمة قائمة أليسنت كمان في حوارها اليوم ومحادثتها مع اللورد لارس أو لارس الأعرج قالت نفس الكلام قالت الحرب ستبدأ وراح يموت الكثير فشماعة الصداقة شماعة السلام شماعة من عارف مين خلاص كله بح وافتكينا من أم أمها بالتابعه شوفوا جماعة أنا ما أثق في لارس الأعرج أبدا أنا أكره كريستون أكثر منه بس ما أثق في لارس الأعرج أبدا ولكن كونو شاف الشاي حق أليسنت ما أدري كيف ممكن يوظف الحاجة هذه مستقبلا لمصالح بعدين أليسنت يا بقرة يا حمارة حط الشاي فوق الطاولة ولارس داخل عندك نرجع لواحد من أهم المشاهد في حلقة اليوم واللي يثبت لنا كلامي في بداية الفيديو حول من الملك الجدير فعلا في هذه القصة أقصد بين حزب الخضر أيقون يا جماعة في مجلسه اليوم قاعد يتخبط برض ويرمي كلمة هنا ويروح عند الخريطة ويرسب فذا ويرعن فذا وعلى العكس تماما أيموند جالس بكل هدوء لو كمان بدأ يتكلم باللغة الفاليرية أو لغة فاليريا القديمة مع أيقون ولا أدري هل كلام أيموند باللغة هذه كان مفهوم بالنسبة لأيقون ولا لا بس كذا من المشهد تحس أنه ما كان يدري أيموند وش قاعد يقول ولا هو عارف يرد عليه أصلا رد عليه كذا بكلمتين ولا كملها أصلا بس تعسوا كذا كان مضطر يسوي نفسه فاهم انه اي تروني فاهم اي لا تروني أتكلم اللغة هذه بس اخترت أني ما أجاوب على قوية لأنه خلاص وصلنا لسالفة يا أخي وصلنا لختام لسالفتنا غير كذا يا جماعة أيموند جالس يخطط ويسوي استراتيجيات بغض النظر استراتيجيات كويسة ولا فاشلة جالس يخطو خطوات واثقة جدا عكس أيقون اللي بدأ يفقد احترامه في المجلس الملك أيقون يجلس مع مستشارينه ما حد يسمع كلامه ما حد قاعد يأخذ بشوره أي اقتراح يقوله يرموه في عرض الحائط أقسم له وضع الملك أيقون في حلقة اليوم مؤسف مؤسف طيب يا جماعة اللورد المتواضع هذا يفترض أنه من البلاك وود ولو ناسينه تلا ظهر في الموسم الأول وكان أحد الأشخاص اللي تقدم لخطبة الأميرة لينيرا وفاكرين كيف انتهى المشهد هذا في الموسم الأول أنتهى بمضاربة ما بين العشيرتين البراكن والبلاك وود الله أكبر عليكم من عشيرتين فاضية أظن لو يتقابلون في أكثر مكان مسالم في العالم رح يدورون سواء في الضاربون حوار أليسنت للأمانة يا جماعة مع أيقون كان برضو مرة جميل مش جميل كده في شكله ولكن جميل في مفهومه ويوضح لك قد إيش أليسنت بالرغم من بلاهتها في بعض الجوانب إلا إنها في جوانب ثانية فاهمة ومدركة أم الكفت هي شايفة إنه ولدها الملك أيقون ما عند أمه سالفا وبدأت تتأكد من داخلها إنه والله يا ولد شكل في سيرس ما قال أيقون شكل رينيرا صادقة يا ولد مش معقول يكون هذا أيقون أبدا اللي يقصده في سيرس شايفة الولد متخبط وفاقد احترامه ولا عنده أي شخصية ولا ثقة بنفسه فقالت له ببساطة يا ولد اسمع مني اسمع مني أنا أمك أنا اللي جلستك على الكرسي هذا اسمع مني إذا ما عندك القدرة إنك تكون ملك بقراراتك ومخططاتك وحكمته ترى ما فيها شيء إنك تكون ملك يعتمد على مستشارينه حرفيا تقدر تكون ملك ديكور تكع العرش ازحف اشرب كل سول لي في راسك خلي مستشارينك والناس الأكثر خبرة منك يخططون وينفذون بالنيابة عنك ترى ما فيها شيء هذا أحد أنواع الملوك يعني حتى المعلومة البسيطة شفتوا كيف المعلومة بسيطة اللي قالتها أليسنت لولدها ما فهمها أيقل ورجع سألها قال لا إيش يعني أنا إيش تبغين أسوي يا مامو قالتل ولا شيء ولا حاجة لا تسوي ولا شيء أترك الخبراء والناس الأفهم منك يسويوا شغلهم وإنت بس تفرج وللأسف الشديد الكلام هذا ما زاد الطين إلا بالله يعني أليسنت غير أنها ما عرفت تربي عيالها كمان ما تعرف تحتويهم في الأوقات الصعبة اللي زي كده صادمته بمشكلة الواقع بطريقة ما قدر يفهمها أصلا ولا يستوعبها فهمها بشكل مختلف والأخ مسكين ما تحمل وبعدها شفناه على ظهر تنين والله إني حزنان والله كاسر خاطري شوفوا أنا ما أحبه ولا يهمني بس والله موقفه في حلقة اليوم يكسر الخاطر مسكين مسكين لا وكمان طالع فوق التنين سكران يا ولد إنت إيش إنت إيش هذا الله ملك الغافل أصدق والله يا جماعة الخير كريستون هذا أصبح لا يطاق لا يطاق أي فريم يظهر فيه كريستون والله إني أجلس أدعي الله يجعلني أشوفك ميت في نهاية الحلقة يا رجل ما ما أفتكرني قيت كرهت شخصية في عالم جورج آر مارتن مثل هذا رامزي تفتكروا الرامزي كيف كان مغاث أم أمنا في Game of Thrones والله ما كرهتوا زي كذا كريستون أصبح عبء على المشاهد بشكل مستفز ما توقع أنه فيه باقي أحد يكن له يحترام صح فيه أحد باقي يحترم كريستون من جدكم شخصية كتابيا تم عطبها وتطورها في القصة كذا ما له أي معنى ولا له أسس واضحة له اللي رجع لرشده عقلانية اللي كانت فعلا الواحد يفتخر فيها وله اللي جالس يسوي شي خلينا نقول أوه لا والله الولد إيش إن شاء الله فيه في أمل يرجع يمينا بالله لو مات لو مات في حلقة اليوم كريستون والله لأروح قيم الحلقة عشرة من عشرة سواء عجبتني ولا عشرة من عشرة الحلقة اللي يموت فيها كريستون عشرة من عشرة قلت لكم في بداية الفيديو ما يموت إلا الطيبين ما يموت إلا الطيبين آخر ربع ساعة في الحلقة الأمانة يا جماعة كانت يعني ما عرف كيف الواحد ممكن يوصفها من يوم شفت رينيس حضنة النينة في هذا المشهد وأنا والله أهي العظيم عرفت إنها رحلة ذهب بالأعودة والله يقلع بليس يا القهر رينيس من شخصياتي المفضلة في المسلسل أنا أصلاً أعرف نفس أنا منحوس متابعين القدماء يعرفون إني منحوس أي شخصية أقول هذه من شخصياتي المفضلة تموت إيش تويت من نفسي أنا ليه بس حقيقي يا جماعة المعركة الأخيرة في حلقة اليوم كانت مارة رهيبة مارة رهيبة وأخيراً شفنا التنانين ترقص في سماء هذا المسلسل وإن كانت رقصاتهم ما تدعو للضحك أبداً والمتعة لكنها ضخت كمية أدرينالين كافية في قلوب الناس بس صراحة يا جماعة واحدة من أكثر الأشياء اللي لازم نشكر المنتجين عليها في حلقة اليوم هي مشاهد فيغار وتجسيد الرعب اللي يصاحب هذه التنين العملاقة شي مرعب ظهور فيغار في كل مرة دائماً يكون حاجة مرعبة ومهيبة المؤسف إنه أيمند غير جزء من خطته كده في لحظة ما هو كان المفروض إنه إيش كريستون إذا رموا الأسهم يجي طب بس لما شاف أخوه فوقه قال حلو جوي جوي الحمار جاء شخصياً أصبري يا فيغار أصبري أصبري ولا حركة خلينا نجيب الحمار ذوي المهبب لعله يموت يفكن شره وإذا ما مات بروح أقتل وأنا أرجع وأكرر أقسم بالله كسر خاطري أيقون يا عيال مسكين مسكين لا يدري وش يعني حرب وتنين ويا رجل صغير ضعيف الله أظن يا رجل يلا يلا يذبح الخرفان اللي يأكلها عكس فيغار اللي عمرها مدري كم مئة سنة وعكس ميليوس اللي خاضت غمار الحرب أكثر من مرة أيقون داخلك المعركة بسان فاير حرفين أتحول سان فاير اليوم بشكل أو بآخر أنا ما أعرف عنكم بس بشكل أو بآخر أتوقع أنه لازم تلاقوا نفسكم متعاطفين مع أيقون في حلقة اليوم مش حباً فيه وضع يحزن وضع يحزن يا رجل مالحك يقول شكراً يا الله لما شاف فيغار تدخل قال بس خلاص نجوت ما أكمل الجملة ما أكمل الجملة لو أي مندي يقول له بركارس أخي أخي وأني أخي والله حرقنا والله حرقنا بالغدرة وفي هذه اللحظة عزيزي الوجيه أدركت الأميرة رينيس أنه طائرة العودة للبيت فاتتها وأنه خيار موتها في هذا المكان أصبح أمر حتمي ما فيه مهرب من فيغار إلا المقبرة إلى الآن تمنينين شفناهم في مواجهة فيغار وكلهم انتهوا مطلوسين أنت بس طالع في فرق الحجم ما بين فيغار وما بين ميليس الفرق الحاله يخوف هذا وميليس مدقدق أو فاهمة في الحرب بس الحق حق يا جماعة والله رينيس ما قصرت والله ما قصرت سوت اللي عليها وزيادة حتى إنها قدرت تجرح فيغار وطيحته في الأرض لكن ويش اللي طيحته في الأرض هذا ما يقدر عليه لله بس أوريكم إنها قدرت تاكل عيش معاه وبسبب تدخلها ومقارعتها لفيغار الكثير من جيش كريستونك تحولوا لم يشمش وللأمانة في مرحلة ما أنا توقعت أنه أوكي لا والله يا ولد رينيس عندها فرصة أنها تهرب وتنجو بجلدها بس نظرة تنينها الأخيرة لها خلتني أغسل يدي قسما بالله والمشهد هذا يوريك إنه علاقة التنانين براكبيها حاجة أكبر بكثير مما كنا نتصور في مشاعر كبيرة كانت في النظرات هذه في مشاعر كبيرة بين رينيس وتنينها أو تنينتها ميليس وبهذا المشهد المؤلم والمؤسف يا جماعة نودع الأميرة رينيس إلى الأبد ما يموت للطيبي ما يموت للطيبي نجمع على أهل المستعى تخيلوا إنه تقريبا إذا أنا قدرت أحسب بعيني كويس يمكن 75% من جيش كريستونك أفلح وإذا ما خاب ظني كمان أخو أليسنت نسيت اسمه برضو شك أو هو اللي تحول لإعظام الظاهر والملك أيقون الله أعلم هو ميت ولا حي ولكن غالبا حي والأميرة رينيس كمان ماتت هي وتنينها شايفين كمية الوفيات اللي ذكرتها والمصايب اللي صارت في حلقة اليوم وكريستون ما زال عايش ابن الكلب كريستون ما زال عايش ليه خلونا ساكتين خلونا ساكتين إن شاء الله إن شاء الله حلقة الجان وإلي بعدها أو الموسم دا إن شاء الله يموت كريستون ويتعدل ويرجع يزبط الأمور معلني ما أشوف شي قابل للتضبيع وتنتهي الحلقة بهذا المشهد اللي أدرك فيه كريستون إنه جاب أم أم العيد وبالنسبة لي صراحة يعني في المعركة هذه بالرغم من إنه كثير من جيش كريستن سقط خسارة رينيس وتنينها ميليس هي أكبر خسارة في حلقة اليوم وأكبر ضربة راح تكون موجهة لحزب السود وبس الله يا جماعة إلى هنا نكون صنع نهاية الفيديو أبلو لايك واشترك في القناة لو ما كنتم مشترك فعل جرس التنبيهات وتعال تابعنا مواقع التواصل الاجتماعي والديسكورد وقناة القصص اللي كلمتكم عنها في بداية الفيديو كل الأشياء راح تلقوها موجودة في صندوق الاصف كان معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم